حاجة بس عاوز اعلاق عليها في جملة عوثام بس الكادر الحتة دي بس عشوف في حاجة مهمة جدا يرجع للكادر ده تاني شو للفراودة ومناخدها في كورسات تحييل وكلام ده كله مهمة جدا لاحظة اي بس قبل ما هو يتحرك الطبيعي بتاع اي فيرود انا ياسف يعني مش متعلم جوه مصر هيطع جوه الملعب يعني هيروح يجري قدام المساك هو هنا راح يتحرك في بلايند سايد في الزاوية العامية للمساك فهو المساك مش هيعرف ان هو يعرف لو هو اتحرك قطع لجوه المساك هيجري وراه انما هو قطع فقمع انه هو كان سابقه قطع لف من وراه عشان الكرة تيجي في الزاوية العامية للمدافع طب بالتالي الراجل اتحرك بص هنا هنا الحتة دي اللي بقولك عليك هو كان ممكن يقطع لجوه بس وقت افضل طهر محمد طهر اللي عمل الاسست ده طيب سريعا كده طهر محمد طهر النهاردة كان واحد من نجوم المباراة وعمر السولية اتنازل عنه للجيزة افضل اللي عام اكيد لكن في نقطة مهمة جدا فضل لازم كل العيب يبقى فاهم وحاط في دنقه حاجة واحدة بس انت ما تخش في السراع مع جمهور انت خسران كده كده الجمهور ده ضهرك صح وحاجة تانية انا اسف يعني انت بيبقى ليك قرس وبيبقى ليك تاريخ الناس ممكن تعديلك والناس ممكن تفوتلك طهر محمد طهر 147 مباراة مع النادي الاهلي منزن دمامه في 2020 16 اسست 16 هدف في 147 مباراة فيه صورة عاوزة اوريهلك لبين واحد يصنف الاعظم في تاريخ الكرة وما بين صورة طهر محمد طهر اللي عليمين ده واحد من اعظم 3-4-5 في العالم في تاريخ الكرة لمس الكرة وده فيه الف حاجة تشفعله لا لا مع وانا جايب اقولك بقى الراجل ده ضرب الجزاء في بطولة اوروبا اللي جاب بطولة اوروبا وجاب كل حاجة في الدنيا لبرتغال وعمل كل حاجة لنا كلنا مش ببرتغالين بس صح اخطأ ضيع ضرب الجزاء اعتذر للجمهور واعد يبكي بعد المباراة طهر محمد طهر جايب جم من فله بعد ما الكرة واعت راح بيحاسب جمهور النادي اللي قال ان هو بينتقده ولكن انا هقول له حاجة واحدة بس سواء جمهور النادي اللي قال سواء جمهور النادي اللي قال الجمهور ده اهم شيء في المنظومة الجمهور ده اللي بيقف معاك وتصور معاك ويتكلم عليك ويبقى فضارك فده الاعظم في التاريخ وده لاعب في الدوري المصري جاب هدفين السندي في الدوري بيقول الجماهير النادي بتاعته سكوتو